اشرة مفصلة من الميادين السلام عليكم وإلى عنوينها بوارج سعودية تستهدف مستشفى في حجة ومقتل عشرة سعوديين على حدود اليمن خلال 24 ساعة حكومة خالد بحاح تدعو مجلس الامن لتدخل بري في اليمن وكيري يبحث هدنة انسانية محتملة في الرياض الجيش السوري والمقاومة يتقدمان في القلمون ويقتلان عددا من المسلحين بين جرد عسال الورد وجرد طفيل ونتنياهو يبرم اتفاقا مع البيت اليهودي لتشكيل ائتلاف حكومي باغلبية الحد الأدنى والمعارضة تصفها بحكومة الفشل القومي اعلن الدفاع المدني السعودي مقتل خمسة اشخاص في اطلاق صواريخ من اليمن على مدينة نجران بعد ساعات على مقتل اثنين بقضيفة سقطت في محافظة الحرث ما يرفع عدد القتل السعوديين الى عشرة خلال 24 ساعة وفي غضون ذلك افاد مراسلنا بان طيران التحالف السعودي قصف المطار والدفاع الجوي في الحديدة شمال غرب اليمن وكان التحالف استهدف منطقتين البقعة والشقب الاهلتين بالسكان اسفل مران في صعدة كما قصفت بارجة حربية سعودية مستشفى ميدي في حجة غرب اليمن بعدد من الصواريخ وبالتوازي دخل الجيش اليمني منطقة التواهي في عدن بعد اشتباكات عنيفة مع انصار الرئيس عبدرب منصور هادي وسيطر على مقر رسمي قبل ان تتدخل طائرات التحالف السعودي وتقصف عدة مواقع للجيش في منطقتين التواهي والمعلة حي التواهي على الساحل الجنوبي لمحافظة عدن دخله الجيش اليمني ومعه اللجان الشعبية تقدم الجيش باتجاه ميناء المدينة احد اهم خطوط الدفاع التي كانت تتحصن فيها العناصر الموالية للرئيس عبدرب منصور هادي تزامن ذلك مع غارات لطائرات التحالف السعودي على مواقع الجيش في المنطقة وفيما تابعت القوات الامنية اليمنية سيطرتها على ميناء عدن ومقر القوات البحرية والمنطقة العسكرية الرابعة ومبنى التلفزيون الموالي لهادي فشلت طائرات التحالف السعودي في وقف تقدم الجيش على الرغم من استهداف قواته وآلياته بالغارات السعودية في محافظات عدن وصنعاء وصعدة في هذه الاثناء اتسعت رقعة المواجهات بين الجيش من جهة وعناصر تنظيم القاعدة وانصار هادي في محافظة ابيان من جهة اخرى وفي بعض مناطق محافظة لحج فيما ارتفعت حدة المعارك في اطراف مدينة تعز ووسطها الجيش اليمني واصل مراكمة انجازاته من خلال تقدمه الى مدينة مأرب بهدف السيطرة على المحافظة النفطية فيما حاولت قوات الرئيس هادي يائسة استعادة المواقع التي كانت تسيطر عليها المعارك بين الطرفين تواصلت في ظل استمرار النزوح الكثيف للسكان من محافظة عدن الذين توجه بعضهم بحرا على متن قوارب الصيد الى مديرية البريقة المجاورة بعدما توقفت معظم وسائل النقل العامة والخاصة عن العمل بسبب النقص الحد في الوقود وانقطاع الكهرباء الذي تعاني منه البلاد كما ان توقف المخابز عن العمل وارتفاع سعر الرغيف الى الضعف فقمى ازمة اليمنيين وزاد نسبة المهددين بالمجاعة بنحو غير مسبوق طلبت حكومة خالد بحاح في رسالة الى مجلس الامن الدولي بتدخل عسكري بري في اليمن ضد انصار الله وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وفق ما جاءه في الرسالة من جهته دع وزير الخارجية المستقير رياض ياسين التحالف السعودي الى انقاذ اليمنيين في عدن على حد تعبيره نقوم أيضا مليشيات الحوثي وصالح بكل تلك الأعمال الوحشية والهجماقية في مدينة تعز ولحق والضالع ومغرب ضد المدنيين العزل من السلاح وكذلك في بقية المناطق والمدن اليمنية نطالب قوات التحالف في عمل ما يمكن عمله وبأسرع وقت ممكن خصوصا لانقاذ عدن وابناء عدن وجميع ابناء اليمن يعقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد مشاورات مع الخارجيات الفرنسية ومجلس التعاون الخليجي في بريس وذلك قبل توجهه الى رياض من أجل تحريك الحل السياسي في اليمن في حين أشار فرحان حق الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن الوضع الإنساني تدهور بنحو كبير في عدن وصعد ما يتطلع إليه الأمين العام يدفع نحو الوقف التامي للنار وإذا لم يتحقق ذلك فهناك حاجة لهدنة إنسانية والمنسق الإنساني على الأرض يوهانز فندركلاو شدد على ضرورة تحقيق هدنة عاجلة من أجل إدخال المعونات الإنسانية وهو يضغط بنحو خاص من أجل وقف قصف مطار صنعاء وبالطبع يجب أن تبقى الموانئ مفتوحة من أجل إدخال الوقود والموارد الأخرى أعلن ناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنس أن وزير الخارجيات الأمريكية جون كاري يبحث اليوم في الرياض تفاصيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن وأكد أن أمريكا لا تزال توفر المساعدة اللوجستية للتحالف وقد حان الوقت لإيجاد حل غير عسكري للأزمة اليمنية وكان كاري وصل إلى الرياض لبحث هدنة محتملة للعمليات العسكرية السعودية والتقى بولي العهد الجديد محمد بن نايف على أن يجتمع اليوم مع كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس اليمنية عبد الربو منصور هادي الوعود الغربية بحماية الأمن الأقليمي تبدو مراهنة لطمأنة دول مجلس التعاون لكن تدخل الغربي في المنطقة قد يزيد من مخاطر عدم الاستقرار في الخليج قاسم عز الدين والتفاصيل الرئيس الفرنسي الذي أكد في الرياض أن أمن الخليج من أمن فرنسا يرسم ما سماه خريطة طريق استراتيجية لبيع السلاح والتعاون الأمني والتجاري فالدفاع عن مصالحكم كما قال متوجها إلى زعماء الخليج يعني الدفاع عن أنفسنا لكن الإدارة الأمريكية تذهب أبعد من فرنسا في إقحام نفسها بما تسميه حماية أمن الخليج المرتبط بالأمن القومي للولايات المتحدة بحسب باراك أوبانا مصادر البيت الأبيض كما تقول صحيفة نيويورك تايمز كشفت إثر لقاءات مكثفة في الأسابيع الماضية عن توجه أمريكي لتجديد التحالف مع الدول الخليجية وتطويره إلى مستوى العلاقة التي تقيمها واشنطن ودول حلف الناتو في هذا السياق يبحث وزير الخارجية الأمريكي في الرياض ممهدات القمة المرتقبة في كامب ديفيد وتوضيح ما سيكون للدول الخليجية وما عليها ما ذكرته بعض الأبحاث الأمريكية يتطرق إلى إمكانية تزويد الدول الخليجية بالسلاح والحماية الأمنية بل حتى تزويدها بدرع صاروخية لكن في المقابل ينبغي على دول الخليج توحيد موقفها في سوريا والعراق واليمن فضلا عن بعض الإصلاحات الداخلية واشنطن تطلب من الدول الخليجية أن تقوم بنفسها بالحرب بدعم وإشراف أمريكي كاملين لكن ليس على طريقة داحس والغبراء كالأرض المحروقة في اليمن بل على طريقة دول حلف الناتو في حفظ ماء الوجه الإنساني تحت القصف وبين الأنقاض بيد أن دول الخليج التي تصبح جزءا من منظومة أمريكية غربية كبعض دول أوروبا الشرقية هي عرضة لارتدادات ومخاطر انقسامات داخلية أخطرها جماعات داعش والقاعدة لكنها قد تكون أيضا عرضة لارتدادات إقليمية ودولية في مواجهة توسع نفوذ ومصالح حلف الناتو في الخليج استجلاب المزيد من التوسع الغربي في المنطقة قد يطمئن الدول الخليجية لكن لكل شيء آفة من جنسه اجتبك الجيش السوري مع مجموعة المسلحة حاولت التسلل من منطقة الصويري في البقاع الغربي باتجاه الأراضي السورية إلى ذلك أفاد مرسلنا بأن الجيش السوري والمقاومة دمرام ربيضان مدفعيا وقتل طاقمه بالكامل بين جرد عسال الورد وجرد طفيل يأتي ذلك غدات استعادة السيطرة على ثلاثين من مرتفعات خربة النحلة الاستراتيجية المشرفة على جرود عسال الورد وشرق جرود بريتيل صوت المدفعية دوى في المناطق الممتدة بين جرود عسال الورد وطفيل الجيش السوري استهدف مواقع المسلحين في قرنة ووادي الكذاب عدد من القتلى والجرحى سقط في صفوف المسلحين ودمرت ثلاثة من مقراتهم وأربع آليات في جرد سبنة على واقع القصف سيطر الجيش السوري والمقاومة على جزئين من تلة خربة النحلة المشرفة على جرود عسال الورد وشرق جرود بريتيل وعثر في المنطقة على معمل لصناعة العبوات الناسفة وعلى سيارة معدة للتفخيخ تجمعات جبهة النسر كانت أهدافاً للمقاومة منها تجمع لقيادي التنظيم في السلسلة الشرقية واستهدفت آلية للمسلحين في جرود الطفيل ما أدى إلى مقتل تقمها تقارير تحدثت عن مقتل مسؤول النصر في الجبة أبو وديع وأبو فاطمة مسؤول كتيبة الصقور المحمدية وأبو فرج العمري مسؤول عمليات رأس المعرة الضربات التي تلقها المسلحون على طول خط السلسلات الشرقية للحدود اللبنانية دفعت بأمير النصر في القلمون أبو مالك التلي إلى عزل المسؤول الميداني أبو مجاهد وتعيين شخص آخر مكانه وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر اعتبر أن إقامة منطقة إنسانية آمنة في سوريا هي مسألة يصعب التفكير فيها كارتر أكد أمام عضاء من الكونغرس أنه سيتوجب خوض قتال لإقامة مثل هذه المنطقة ثم للحفاظ عليها ولفت إلى أن داعش والجماعات المتطرفة من جهة والجيش السوري من جهة أخرى سيتحدون هذه المنطقة الآمنة كما حذر من أن حكومات أخرى في منطقة قد لا تكون مستعدة للمساهمة في إقامتها قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أن كردستان المستقلة آتية لا محالة وخلال مؤتمر صحفي عقب خطاب ألقاه في المجلس الأطلسي بالتعاون مع المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن أضف أن العملية ستتحقق بالحوار والتفاهم أنا لا أستطيع أن أحدث وقت معين لكن أكد لك أن كردستان المستقلة آتية هنا عملية مستمرة ولن تتوقف ولن تتراجع لكن لا أريد أن أخوض في التفاصيل لكن ما أريد أن أؤكد عليه هو أن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق بالقتال أو بالعنف وإنما بالحوار وبالتفاهم يشارك عشرة ألاف جنديا ينتمون إلى ثمان عشرة دولة خليجية وعربية وأوروبية وأمريكية في مناورات الأسد المتأهب العسكرية في الأردن هذه المناورات تجري وسط ظروف حساسة في سوريا والمنطقة حسن عبدالله وتفاصيل انطلاق مناورات الأسد المتأهب العسكرية في الأردن وإن كانت تجري سنويا منذ عام 2011 إلا أنها تكتسب في المرحلة الراهنة أبعادا ومعانيا تتصل بالتطورات العسكرية المتسارعة بدءا من اليمن وصولا إلى سوريا يتوقف المراقبون أمام تزامن المناورات مع التصعيد الخطير الذي تقوده دول أساسية مشاركة في المناورات ضد السوريا حيث لم يعد خافيا تقاطع الأهداف السعودية القطرية التركية والأمريكية لزيادة الضغط على الجيش السوري وحلفائه في الشمال السوري كما في منطقة الجنوب تركيا وبدعم مباشر من السعودية فتحت معركة تقطيع أوصال الشمال السوري لفصل الساحل عن عمقه الاستراتيجي غرفة عمليات موك في الأردن التي يديرها ضباط أمريكيون وقطريون وأردنيون تعمل على توفير كل مقاومات الضغط باتجاه دمشق حتى الآن لم تنجح معركة الشمال والجنوب في كسر عصب الجيش السوري وحلفائه يقول خبراء عسكريون إن الاستعدادات لدى هؤلاء توحي بردود فعل استراتيجية لكنهم يتخوفون من انتقال العمليات العسكرية مباشرة إلى يد الدول الداعمة والممولات للمزموعات المسلحة وقد تكون المناورات رسالة عملية في هذا الاتجاه أعضاء في الاتلاف السوري المعارض نقلوا عن الإدارة الأمريكية أنها تدرس آليات التدخل في سوريا ومن المتوقع أن يكون الموضوع هذا على أجندة لقاء الرئيس الأمريكي بالقادة الخليجيين الأسبوع المقبل قبل أقل من ساعتين على انتهاء المهلة الممنوحة له أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بلمين نتنياهو اتفاقاً لتشكيل حكومة جديدة بأغلبية الحد الأدنى في الكنيست نتنياهو قال أنه سيسعى إلى توسيع الاتلاف فيما رأى زعيم المعارضة إسحاك هارتزوغا أن الاتلاف الجديد هو حكومة فشل قومي لاستقرار قبل تسعين دقيقة على انتهاء المهلة النهائية الممنوحة لنتنياهو للتوصل إلى تشكيلة حكومية تحظى بالأغلبية البرلمانية المطلوبة نجح الأخير في إنجاز المهمة التي ستمهد الطريقة أمام انطلاق قطار حكومته الرابعة نجح نتنياهو جاء شاقاً وعسيراً بعد أن اصطدم في الوقت القاتل بمفاجأتين حزبيتين تمثلتا في إعلان رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفكدور لبرمن رفضه المشاركة في حكومته ورفع رئيس البيت اليهودي نفتالي بنت سقف مطالبه في خطوة أجمع المراقبون في إسرائيل على وصفها بعملية ابتزاز لا لبس فيها نتنياهو الذي وجد نفسه بين سندان الوقت الذي ينذر بفقدانه التفويد الممنوح له لتشكيل الحكومة وبين مطرقة نفتالي بنت التي تفرض عليه شروطاً كان يعتبرها من الخطوط الحمراء في حكومته فضل الخيار الثاني واشترى ولايته الرابعة بثمن الخضوع لمطالب بنت حكومة نتنياهو الرابعة ستكون حكومة يمنية ضيقة من خمسة أحزاب هي إضافة إلى الليكود كولانو وشاس ويهود هتوارا والبيت اليهودي وتستند إلى ثقة 61 عضو كنيست فقط ما يجعلها تفتقر إلى الاستقرار ويجعل كل عضو كنيست في تلك الأحزاب ملكاً في يده مصير الحكومة برمتها وهذا ما يدفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن عمرها لن يطول ما لم يسارع نتنياهو إلى تعديل بنيتها بضم المعسكر الصهيوني إليها في أقرب فرصة ورد الصاع صاعين إلى البيت اليهودي أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز كومرس أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتقدم بفارقي نقطة واحدة على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات العامة التي تجري اليوم الاستطلاع كشف حصول المحافظين على 35% مقابل 34% لحزب العمال مستسرور ومزيد من التفاصيل من سيتربعه على عرش داونينغ ستريت ديفيد كاميرون أو إد ميلبان لعلها من المرات النادرة في تاريخ الانتخابات البريطانية التي يصعب فيها التكاهم بالفريق الفائز استطلاعات الرأي لم تحسب موقفها بل أعطت الأحزاب الصغيرة الصوت المرجح لكفة المحافظين أو العمال ما يزيد من صعوبة التنبؤ بنتائج الانتخابات هو تذبذب توجهات الناخبين بين الثنائية البريطانية وفقدان ملايين الناخبين ثقة بالمحافظين والعمال ما يفتح الباب أمام سيناليوهات عدة من بينها إعادة إجراء الانتخابات آخر ما يمكن أن تصل إليه البلاد هو إعادة الانتخابات قبل أعياد الميلاد وهذا ما سيحدث بالفعل إذا وضع كل من إيد بيليباند ودايفيد كاميرون نصب عينهما مصالح وما ضيقة على حساب مصلحة البلاد كليغ الذي يحاول أن يكرس دورا وساطيا لحزبه ققوة ثالثة يدرك أن شعبيته تدنت وأن العين باتت تتجه إلى أحزاب أخرى منها الحزب الوطني سكوتلندي الذي يتوقع أن يصبح القوة الثالثة في البلاد فرضية تحالفه مع حزب العمال الأقرب إليه صارت مستبعدة بسبب تبنيه قضية استقلال سكوتلندا عن المملكة أما حزب المحافظين فيبدو أن سيناريو تحالفه مع الديمقراطيين الأحرار سيتكرر في حال فوزه السؤال الأهم هو من سيؤلف الحكومة الائتلافية من لبن استعبد التحالف مع الحزب الوطني سكوتلندي لكن لا أحد يصدق ذلك الكل يعتبر أن العمال سيؤلفون حكومة مع سكوتلنديين ومن الممكن أن يؤلف حكومة عمل وعند رؤية الملكة ستطلب منه تشكيل حكومة لكننا سنواجه في الأشهر القادمة حكومة ضعيفة لذا يمكن أن تشهد البلاد إعادة انتخابات في الأشهر المقبلة كل السيناريوهات متوقعة في هذه الانتخابات وحتى فرضية ما يسمى بحكومة الأقلية لا يستبعدها المراقبون فقد يذهب كاميرون إلى تأليفها وفي حال فوزه بالتصويت الثقة في خطاب الملكة يكمل مشواره أما الفشل فسيعني تقديمها استقالتها وتكليف رئيسي حزب العمال إد ميلباند بتأليف حكومة مسسر لندن الميادين